اشتركوا في القناة انتم واحبابكم ومن حولكم طبعا ما حبيت انه انا اسجللكوا التوقعات بالصوت بدون ما ابين واطرح عليكم السلام وامس عليكم وحبيت انه بداية الفيديو تكون هي المقدمة لحركة الكواكب لهذا الشهر انه احكيها فيديو وباقي التوقعات او تكملت التوقعات تكون صوت عاساس اني وعدت انه في توقعاتنا الشهرية رح اكون بتسجيل فيديو ولكن الظروف شوي تمنع وقدر الامكان لازم اكون بينكم طبعا بالنسبة لتوقعات شهر اثنين هي توقعات رح تكون مقصوم لقسمين طبعا بتعتمد على كوكب الشمس كوكب الشمس معروف انه هو موجود في برج الدلو من عشرين واحد ورح يستمر تواجده في نفس البرج لغاية تسعة عاش اثنين بس بالنسبة لكواكب الثانية رح تتنقل في منها رح يتنقل بداية الشهر وفي منها رح يتنقل في وسط الشهر في منها رح يتنقل في اواخر الشهر في حركات فلكية رح تكون للكواكب نبدأ في البداية مع كوكب عطارد لانه هو تقريبا الاسرع بين الكواكب بالتحرك طبعا كوكب عطارد زي ما انتم بتتابعوا في التوقعات اليومية انه موجود في برج الدلو رح يظل موجود في برج الدلو لغاية ثلاث اثنين بعدها رح ينتقل لبرج الحوت ولكن اللي رح يصير الشهر هاد هو في عملية تراجع عملية التراجع هاي رح تبدأ يوم سبعتاش اثنين رح يتكون في نفس الحوت رح تستمر عملية التراجع لغاية عشرة ثلاث بكون تراجع ورجع لبرج الدلو مرة ثانية بس برجع بطريقة عكسية طيب في ناس رح تسأل دول طيب هو الكوكب اللي ماشي هاد برجع يعني فيه كوكب هيك وبرجع لورا ولا ايش هو المقصود في انه كوكب برجع او بتراجع هو المقصود انه هو بصل لمدار يعني بصل في المدار في الدورة تبعته لمنطقة بصير بطيء فيها بالحركة فهاي المنطقة اللي بصيره بطيء فيها بالحركة بتصير الكواكب الثاني اللي موجودة بتمر من جنبه بشكل اسرع فلو تخيلنا انه هذا بيمشي هيك هذا بيمشي اسرع منه فبصير بتبين للكوكب الاسرع منه انه هو بتراجع بمعنى اخر سيارة ماشي على طريق لما تمر سيارة من جنبها اسرع منها ايش بتبين السيارة اللي على جنبك هاي انها بترجع لورا هاي هي مقصودة عملية التراجع طيب ايش تأثير عملية التراجع خصوصا على عطارد لانه عطارد هو اللي بتراجع ثلاث مرات في السنة وهذا اول تراجع لالو عطارد كوكب الاتصالات كوكب المواصلات كوكب السيارات كوكب التنقلات كوكب التواصل كوكب الامتحانات كوكب البديهة كوكب العقل كوكب الابتكار كوكب الفكر طيب لما بتراجع شو يعني معناته شغلة سلبية على كل هدول اللي احنا حكينا هنا طيب معناته اللي منحذر منه انه في فترة التراجع هاي بصير في تشويش تفكيرنا مش منتظم مش معتدل فيش تركيز بعديها بصير في عنا نوع من انواع الاخطاء الفكرية بصير خربطة على مستوى العملة على مستوى الاسعار العملة على مستوى البورصة على مستوى الاقتصاد تحديدا يعني فجأة بتلاقي يرتفع فجأة بتلاقي العملة نزلت فما بيكون في ثبات عشان هيك منحكي للناس اللي تشتغل في العملة او في البورصة او في الاسهم بالفترة هاي بدهم يكونوا حاضرين جدا لانه ممكن توقعاتهم ما تصيب معهم ويكون خسارتهم بشكل مفاجئ فبدهم يكونوا منتبهين طيب علينا احنا شو بتأثر علينا كبشر تأثيرها علينا كبشر انه احنا بصير ما فيش عنا تركيز بصير عنا في تهور في القيادة بتكثر الحوادث بتكثر الاعطال في السيارات بصير خراب في الاجهزة الالكترونية واعطال في الاجهزة الالكترونية في الكمبيوترات في اجهزة المواصلات في اجهزة الاتصالات فهاي الفترة يعني احنا منسميها الثلاث اسابيع اللي بدي يتراجع فيها هاي فترة صعبة جدا ومنفضل انه الكل يكون مركز فيها وما يتشتت ما يصرح يعني يكون متزن بالنسبة لكوكب الزهرة كوكب الزهرة هو موجود في الحوت رح يظل موجود في الحوت لغاية سبعة اثنين بعدها رح ينتقل لبرج الحمل وبيظل فيه لآخر الشهر في نفس البرج بالنسبة لكوكب المريخ كوكب المريخ موجود في القوس لغاية يوم ستعاش اثنين وبعدين بنتقل لبرج الجديد بدنا نتذكر التاريخ هذا اللي هو ستعاش اثنين مزبوط بتكون تذكره اللي هو نص الشهر بالضبط ما قبله بثلاث ايام او خمس ايام وبعده بخمس ايام تكثر فيه احداث العنف بتكثر فيه التفجيرات بتكثر فيه المصائب بتكثر فيه الاحداث الطبيعية فعشان هيك التاريخ هذا بتكونوا حذرين فيه وتسجلوه عندكو يعني في ذاكرتكو عشان تعرفوا ان الفترة هاي فترة سلبية جدا بالنسبة للمشتري موجود في الجدي حركة امامية زحل موجود برضو في الجدي حركة امامية اورانوس في الثور حركة امامية نيبتون في الحوت حركة امامية وبلوتو في الجدي حركة امامية طبعا الكواكب احنا ما حكينا تأثيراتها على الابراج لانه هسا بس نذكر توقعاتنا للابراج رح نذكر الكواكب هاي شو رح تعطينا من اشياء خلال هذا الشهر كل برج على حدة في فيديو رح ننتقل هسا للصوت وتسمعوا معي توقعات الشهر وان شاء الله انها تكون مفيدة لالكو وتستفيدوا منها وتستغلوها مزبوط وتتجنبوا التحذيرات بشكل اوفى لكم كل الاحترام والتقدير نروح على توقعاتنا الشهرية هاي الفترة بتتركز كلها على الموضوع المالي ولكن انه هذا المال عادة والاغلب بيجي بهاي الفترات كله من اعمال اضافية او ممكن يجي عشك الهبة او هدية وهاي الفترة في كثير مناسبات ممكن تحصل انت من خلالها يا على هدية يا على جائزة وبكون تفكيرك منصب كله على افضل السبل لكل كسب المالي اكثر اشي بارقك بهاي الفترة حكينا اللي هي الامور المالية الضغوط والالتزامات وبينصب تفكيرك كله على تسديد الفواتير والديون وتوفير المال هاي الفترة بتوعد بنتائج ممتازة مالية وفرصة ثمينة لحصد المال ولكن بدك تنتبه من البذخ والتبذير والمصاريف اللي ما لها ايداعي اهم اشي انه لو انحطيت في امتحان او في منافسة يعني ما تخاف كثير بس انه بدك تكون مستعد ورح تنجح في بعض الانشغالات العائلية او الادارية لكنها رح تمشي بشكل ايجابي وبسيط يعني ما رح تأرقك بشكل كبير او تكون صعب عليك ترهقك هذا شهر برضو الو علاقة بالرومانسية وبالحب وبالغزل وبالعواطف الجياشة او العواطف القوية في عندك رغبة قوية بهاي الفترة لتعزيز الروابط والارتباط والمصالحة كوكب المريخ شوي هو بيحذرك من تآمر من وراء الكواليس اشخاص بتكيدلك اشخاص بتحكي عليك اشخاص بتتجمع عشان تستغيب فيك او بيحاولوا انهم يحكوا اشياء عساس انه يكشفوا عيوبك وفي نفس اللحظة بتكون تضبطوا اعصابك اثناء التعامل مع الغير لانه في هاي الفترة بصير عندك استعداد للتصرفات المتسرعة الزهرة ممتازة جدا خصوصا للدراسة وللاتصالات وللتنقلات وفي ناس او اشخاص منكو يا بيستبدل سيارته يا بيشتري سيارة او ممكن انه يتنقل كثير ويسافر خلال الفترة هاي سفريات قصيرة احنا بنسميها وبرضو بيكون فيه عندكو اهتمام في مجال العقرات في مجال السكن والعلاقات العائلية اما بالنسبة لعطارد فحكينا ان العطارد رح يتراجع في الفترة اللي بيكون مسيروا فيها للامام بيكون كل تفكيركو بنصب على افضل السبل لكسب المال وباستفيدوا الطلاب الابتدائي والمرحلة الثانوية من الدراسة والمطالعة والامتحانات وممارسة هواية وبرضو بيركز على منضوع السيارة يعني بعمل رغبة لشراء سيارات او سيارة او المتاجرة في السيارات او الشغلات اللي مثل هيك او التنقلات الكثيرة وبرضو اللي بيشتغلوا وبرضو اللي بيشتغلوا في التجارة المحلية في محلات تجارية مثلا برضو الفترة هاي بيستفيدوا وتكون نتائج كويسة او ممتازة بمعنى اخر ولكن لما بتراجع بيركز على صعوبة في التفاهم مع اخ او مع جار اما بعد تسعة عشر شهر بيكون افضل افضل الجو وخاصة في مجالات التواصل والاتصالات والسفر وبتكون النتائج اكبر بكثير من اللي مرت عليكو خلال الفترة الماضية فبتكونوا جاهزين لهاي المرحلة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الشهر والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الى اللقاء توقعاتنا ومع اشهد ان تلك المeks اصدقات م